بسم الله الرحمن الرحيم عزائي طلبة طلبات الصف الاول السنوي من متابعي منصة السكولة التعليمية اهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة ارياضيات النهاردة هناخد فرع الهندسة التحليلية وحناخد من الوحدة التالتة الدرس الاول اللي عنوانه المتجهات المتجهات ده درس مهم جدا عندنا لانه مترتب عليه دروس تانية في سنة تانية وفي سنة تالتة طيب المتجهات فيه عندنا في درس النهاردة تلات محاور اساسية المحاور الاول هنعرف يعني ايه الكميات الكميات اللي احنا بنشتغل معها او بنتعامل معها في حياتنا اليومية هي نوعين من الكميات كميات قياسية زي ما نقول مثلا ايه الطول بتاع اي حاجة كزا متر او المساحة كزا متر مربع او الحجم كزا متر ايه مكعب وكزا يبقى الكميات القياسية هي كميات اللي بتتقاوز زي المسافة مثلا هي الكميات التي تتحدد متى علم مقدارها فقط يبقى بعرف المقدار بتاعها بس وخلاص يبقى يسمعها كميات ايه قياسية طيب الكميات النوع التاني اسمه كميات متجه برضو بنتعامل معنا في حياتنا اليومية زي مثلا لو كان فيه سيارتين عربيتين واحده راحة في اتجاه دومياط واحده راحة في اتجاه اسماعليه وكل واحده ماشي بسرعة معينة ما ينفعش ان انا اقول العربية سرعتها خمسين كيلو متر في الساعة بس لازم اقول ايه العربية سرعتها خمسين كيلو متر في الساعة اللي راحة دومياط الكمية المتجهة هي اللي تتحدد متى علما مقدارها واتجاهها مقدارها واتجاهها يبقى انا عندي نوعين من الكميات كمية قياسية وكمية متجهة الكمية القياسية بكفي ان انا اتعامل مع المقدار بس لكن الكمية المتجهة لازم حاجتين المقدار والاتجاه زي ما قلته السرعة او زي ما حنشوف في الازاحة هنشوف كده مثال بسيط كده عشان نعرف الفرق بين المسافة والازاحة المسافة والازاحة لو انا عندي خط مستقيم طريقي معين وفي عربية هتطلع من بورسعيد تروح اسماعيلية وبعدين تروح السويس المسافة من بورسعيد للاسماعيلية 100 كم مثلا والمسافة من الاسماعيلية للسويس 200 كم يبقى السيارة هتقطع مسافة مسافة بتكلم عليكم 100 كم مثلا مسافة قد ايه هتقول لي حجم على الميع وحجم على الميتين وحجم على الميتين بتوع من اسماعيلية لغاية السويس يطلعوا كلهم كام يطلعوا 500 كم طيب عايز اعرف الازاحة افرد نقول ثاني العربية هتمشي ازاي خط سرعة من بورسعيد لاسماعيلية للسويس وبعدين هترجع من السويس تقف في اسماعيلية هترجع من السويس تقف في اسماعيلية يبقى المسافة اللي قطعتها من بورسعيد للاسماعيلية 100 ومن اسماعيلية للسويس 200 وبعدين دجعت من السويس للاسماعيلية تاني 200 كمان يبقى 100 و 200 و 200 يطلعوا كام 500 دي المسافة اللي هي الكام ي 갖 فرق الفرق هنا بقى فى ال�язاحة ال؂احة بتبقى فى اتجاه واحد بحدى الاتجاه بتاعي واشوف الاتجاه لو موجب او سالب يعني اذا ما مشى في اتجاه طول ماشى ثم مشى فى اتجاه واحد في اتجاه ، يبقى الاتجاه بتاعش سالب طيب?, نفس الازاحات ديان the nenhuma conventions سрывة على الازاحة يعني العربية عملت اتجاهة من بورسعيد لغاية الاسمالية فى اتجاه واحدة هو 150 كم وبعدين من اسماعيليا لغاية السويس متين كم برضو في نفس الاتجاه لكن رجعت بقى من السويس للاسماعيليا يبقى متضاد فيلاتجاه يبقى لما احسابي الازاح rồi الا الرجع simulate 100 هيا من بورسايد للاسماعيليا زائد 100 من اسماعيليا لغاية السويس ناقص لان هارجعت فيلمدد 200 من السويس لغاية اسماعيلي paginated المحور الثاني اللي اتكلمنا عليه هو الاتجاه ايه هو الاتجاه؟ كل شعاع في المستوى بيحدد اتجاه معين يعني لو انا عندي المحاور الإحراسية المتعمدة في المستوى هنا في مثلا محور السينات وهنا في محور الصادات وفي نقطة على محور السينات يبقى حناقول الشعاع اسمه إلف و او في اتجاه محور السينات الموجب وفي نقطة به على محور الصادات يبقى الشعاع او به في اتجاه محور الصادات الموجب طيب لو عند التجاهات هنا في الشرق وهنا فوق في الشمال وفي شعاع في النص عامل 30 درجة يبقى بقول الشعاع اللي في النص دا اتجاهها بيبقى عامل ازاي بقول واو الف بيصنع 30 درجة مع الشرق او مع اتجاه الشرق يبقى الاتجاه كل شعاع هو اللي بيحدد اتجاه معين اخر حاجة من المحاور المهمة جدا عندنا اسمها القطع المستقيمة المنتجهة او القطع المستقيمة ساعات الموجهة ويبقى لها رمز معين غير يبقى احنا عندنا رمز القطع المستقيمة بس اللي هو الف بيه فوق شرطة طب رمز الشعاع الف بيه وفوق سام pé برمز الخط المستقيم الف بيه وفوق خط وفوق مستقيم سامين الجديد بقى عامدنا القطع المستقيم المنتجهة بقى الف باء وفوق مسامين زي الشعاع قطع المستقيمة قبارة عن مستقيمة لها ثلاث خواص لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية ولها اتجاه من البداية للنهاية ومهم جدا لاتجاه لها اتجاهه من البداية للنهاية يعني القطعة المستقم الموجهة mik c تختلف عن القطعة المستقم الموجهة mik لان القطعة المستقم الموجهة mik اتجاهها من mik لكن القطعة المستقم المتاجهة 노래� an هي نقطة بدائية Jak لكن القطعة المستقيمة المتجهة ألف بي هي نقطة البداية بتاعيتها ألف ونقطة النهاية بتاعيتها بي. طبعا كل الكلام اللي انا قلته ده هيبقى اكتر من خلال مجموعة من الامثلة والثمانين المحلولة اللي هنشرحها في درسي اليوم عشان كده بقول لكم خليكم معنا ما تروحيش بعيد ويالله نبتدي. الدرس ده زي ما قلت قبل كده ليه تلات محاول المحاول الاول هو عبارة عن الكميات وقلنا الكميات دي نوعين في النوع الاولا اسمه كمية قياسية والنوع التاني اسمه كمية متجهة هنشوف كل واحدة فيهم عبارة عن ايه. الكمية القياسية زي المسافة والمساحة والحجم يعني هي اللي بتتحدد متى علماء مقدرها بس مقدرها بس زي ايه المسافة يعني مثلا هنا في نقطة كده نقطة الف وهنا في نقطة به وهنا نقطة جيم فالمسافة اللي اتحركتها نقطة الف مشيت من الف لبه كام اربعة كيلو متر وبعدين مشيت من به لجيم مشيت كام تلاتة كيلو متر. يبقى المسافة المقطوعة من الف لجيم عبارة عن كام زا divers 4 زا 3 يبقى كده بحسب المسافة طيب عايز احسب الازاحة اللي هي كميات المتجهة الكميات المتجهة هي اللي بتتقاس متى علمها مقدرها واتجاهها مش مقدرها بس مقدرها واتجاهها يعني بنقول اللنقطة لما تتحرك من نقطة الجيم يبقى تتحرك في اتجاه الف جيم يبقى لما تتحرك في اتجاه الف جيم تتحرك كام يبقى فيه الف جيم ده وليكن مثلا اتجاه الحركة هو المتجه يبقى 3 و 4 يبقى في صغور ست الديني 5 3 كل تربيع تديني 9 4 كل تربيع تديني 16 9 16 25 جسرها كام 5 يبقى الطول ده يعتبر كام 5 كيلو متر يبقى عملت ازاحة كام ازاحة 5 كيلو متر ده الفرق بين السرعة والفرق بين الازاحة وبنقول في اتجاه المتجه الف جيم اللي هي تحركت فيه النقطة الف تمام طيب الاتجاه ايه هو الاتجاه اللي انا حددته ده الاتجاه الاتجاه هو شعاع في المستوى بيحدد اتجاه معين زي كده الشعاع وو الف بيحدد الاتجاه ايه بيحدد الان وو الف راحة في اتجاه الاشرع الشعاع وو بيحدد الاتجاه ايه بيحدد لاتجاه يصنع 30 درجة مع اتجاه الشرق اللي هنا كام 30 درجة يبقى بصفة عامة الاتجاه هو الشعاع اللي بيحدد اتجاه معين في المستوى الكطعة المستقيمة المتجهة او الكطعة المستقيمة الموجهة هي عبارة عن اصلا كطعة مستقيمة الكطعة المستقيمة دي احنا خدنا في السنين اللي فاتت لما كتب كده وحطوا فوقها كده تبقى اسمها كطعة مستقيمة طيب لما كتب الف ب وحطوا فوقها كده يبقى ده اسمه شعاع طيب لما كتب الف ب لما حطوا فوقها كده يبقى اسمه ايه خط مستقيم الجديد عندنا السنة دي اللي هي كطعة المستقيمة المتجهة اللي هي بتكتب ازاي بتكتب كده الف ب وفوقها الشكل ده دي اسمها كطعة مستقيمة متجهة بدايتها نقطة الف ونهايتها نقطة ب واتجاهها من الف لبيه عشان كده بنقول القطعة المستقيمة الموجهة او او المتجهة تتحدد بيه رقم واحد نقطة بداية رقم اتنين اللي هي نقطة الف رقم اتنين نقطة نهاية اللي هي نقطة ب خلاص كده لأ لازم اقول وبداية واتجاهها من نقطة البداية اللي هي الف الا نقطة النهاية اللي هي هي اللي هي ب طيب هنا القطعة المستقيمة المنتجهة اسمها ايه اسمها الف بيه عرفت منين لان هنا الاتجاه ما حطوط لي هنا من الف لبيه وبرمز لها بالرمز كده طيب القطعة المستقيمة دي اسمها ايه اسمها بيه الف الله بتختلف اه لان البداية هنا اسمها ايه بيه والنهاية هنا اسمها ايه الف يبقى اسمها والاتجاه هنا من الف لبيه من بيه لالف يبقى اسمها القطعة المستقيمة الموجهة بيه الف وخلي بالك القطعة المستقيمة الموجهة الف بيه مش بتسوي القطعة المستقيمة الموجهة بيه الف طيب افرد عايزة جيب طولها طولها يعني ايه طولها يعني معيارها بنمز بالرمز ده معيار القطعة المستقيمة المنتجها الف بيه بحطه جوه الشكل اللي انتو شايفينه ده بكتب كده الف بيه عشان اجيب معيارها دي كده وهي على حالها كده اسمها قطعة مستقيمة موجهة عايزة جيب طولها يعني عايزة جيب معيارها بحطه هنا شرطتين كده وحطه هنا شرطتين كده بتبقى انت عارف الرمز ده رمز الطول او رمز المعيار وخلي بالك بقى احنا قلنا هنا المرة اللي فاتت قلنا القطعة المستقيمة المنتجهة ألف به مش بتساوي القطعة المستقيمة المنتجهة بها ألف لكن بتساوي معيارها يعني معيار القطعة المستقيمة ألف به بيساوي معيار القطعة المستقيمة بها ألف المنتجهة بها ألف بيتساوي القطعة المستقيمة ألف به وكده قدر أجيب طولها طيب إمتى قدر أقول أن فيه قطعتين مستقيمتين متجهتين متكافئتين تكافؤ قطعتين مستقيمتين امتى قدر اقول لو كانت حقق عند الشرطين الاتنين مع بعض ما ينفعش شرط واحد الشرط الاولاني بيكون لهم نفس الطول يعني نفس المعيار لو دي خمسة وحدات يبقى دي كمان خمسة يبقى دي كمان خمسة يبقى في الحالة دي اكمل هل لهم نفس الاتجاه يبقى في الحالة دي لو الاتنين موجودين الشرطين دول يبقى كده المنتجهين متكافئين طب تعالوا نشوف هنا هل ألف بيكافئ جيم دال ايوه لهم نفس الطول ونفس الاتجاه يبقى الاتنين دول متكافئتين وبنعمل عمل لهم ثلاث شرط كده يبقى متكافئتين طيب ده بالنسبة لأيه لألف بيه وجيم دال طب ناخد ألف بيه مع القطعة المساكمة التانية المنتجهة اسمها ايه اسمها هه نون لا غلط وما الاسمها ايه نون هه حسب الشام اخلي بالم السام ده كويس قوي ده اللي بيحدد لي الاتجاه وضع ان هي بتساوها في الطول لكن بتضضها في الاتجاه يبقى هنا مش بتكافئها يبقى ألف بيه لا تكافئ القطعة المستقيمة المنتجهة نون لمتساويين في الطول لكن مختلفين في الاتجاه طيب ألف بيه و لام ميم لهم نفس الاتجاه ايوه لهم نفس الاتجاه لهم نفس الطول لا وضع انهم ملهمش نفس الطول يبقى اذا القطعة المستقيمة المنتجهة ألف بيه مش بتكافئ القطعة المستقيمة المتجهة لام ميم طيب نشوف لام سد في الشكل المقابل النقاط سين وصاد وعين منتصفات اضلع المثلث الف بي جيم يعني سين في نصف الف بي وصاد في نصف بي جيم وعين في نصف الف جيم على الترتين طيب ايه المطلوب مني المطلوب مني ان انا اوصل للاعملة دي القطعة المستقيمة المتجهة صاد سين عمل كده صاد سين تكافئ القطعة المستقيمة ان هي اللازم تكون لها نفس الطول ونفس الاتجاه طيب يبقى هنا ممكن اختار بقى واشوف اللي انا عايزه ممكن تساوي هنا اتنين سين عين اشوف فين سين عين لا ملاش نفس التجاه يبقى استبعدها طيب بتساوي نصف بي جيم فين بي جيم بي جيم نصف بي جيم لا طبعا ملاش نفس التجاه طيب عين الف بتكافئ عين الف ايوه بتكافئ عين الف ليه ما هو اصلا سين صاد واصلة بين منتصفين منتصفين الف بي و بي جيم يبقى سين صاد تساوي نصف الف جيم يبقى معنى كده ان سين صاد دي طولها بيساوي الف عين او بيساوي عين جيم تمام يبقى صاد سين حتساوي عين الف كده كمتجهة مش هتساوي الف عين وممكن كان كمان تساوي جيم عين برحتك خالص بس هنا عشان في الاختيارات ما فيش هنا جيم عين فهنا في عين الف يبقى هنا قطعة المستقيمة المتجهة صاد سين تساوي قطعة المستقيمة المتجهة عين الف لهم نفس الطول ولا لهم نفس الاتجاه طيب عين صاد معيار هنا بقى جايب طول او معيار المنتجة عين صاد فين المنتجة عين صاد ادي المنتجة عين صاد ادي المنتجة عين صاد نفس العكاية عين صاد دي وصلة بالمتصفية ده العين توازد دلعة الثالث وتساوي نصه يبقى عين صاد بالاطوال هتساوي الف سين وحتساوي سين با تمام كده طيب سكرت المثال الثالثة اخترت العيون اتنين سين عين فين سين عين بيه جيم يبقى كده بيه جيم طيب هتساوي اتنين سين عين اتنين سين عين ايوة موهو سين عين واصلة بمنتصفية دلعين توازل الضلع الثالث وتساوي نصه يعني سين عين بتساوي قدائم من بيه جيم نصه يعني بيه جيم قدائم من سين عين قدائها مرتين طيب نشوف الاتجاه بيه جيم يبقى هتساوي سين عين او هتساوي اتنين من الكتعة المستقيمة المنتجة هي سين عين يبقى اذا الكتعة المستقيمة المنتجة بها عين قد اتنين من الكتعة المستقيمة المنتجة هي سين عين طيب الكتعة المستقيمة المنتجة سين عين ممكن تساوي ايه هتساوي العكس يبقى هتساوي نص بهجيم نص بهجيم طالما لها نفس الاتجاه تمام طيب مثال تاني في الشكل المقابل النقط مديني النقط هنا الف واحد سلب واحد وسلب واحد باه واحد واحد جيم اتنين واتنين دال اربعة واربعة ماشي طيب انت عايز ايه قال لي برضو نفس الحكاية وصل للاعمل الكتعة المستقيمة المتجهة باه واو باه واو باه واو يعني من باه لغاية واو كده تكافئ ايه من دول نشوف تكافئ نصibles باه في ان الف باه الاف باه لا طبعا لان هي ماشا كده في ايه في عكس الاتجاه طيب طيب الف باه نشوف الف بizensب لا طبعا مترضه في الاتجاه طيب جيم الف جيم الف جيم الف لا كل جيم الف لا طبعا كبير اوي. طيب. بهواو. هتكافئ ايه? جيم بي? طيب نشوف جيم بي? جيم بي. ايوة. هتكافئ جيم بي. لهم نفس الاتجاه ولهم نفس ايه? الطول. يبقى هنا الكتعة المستقيمة المنتجة. بهواو تكافئ الكتعة المستقيمة المنتجة جيم بي. طيب نفس الحكاية دال بي. دال بي. الكتعة المستقيمة المنتجة دال بي. هتكافئ ايه? الف بي. دال بي. هل تكافئ الف بأ? لا ما تكافئش الف بأ? لان ايه في عكس الاتجاه. طيب تكافئ جيم الف. جيم الف. جيم الف. ايوة تكافئ جيم الف. لانها لها نفس الاتجاه ولها نفس الايه ولها نفس الطول. طيب القطعة المستقيمة انتجة الف واو. الف واو. كده. الف واو. دي. ماشي. تكافئ ايه? الف واو تكافئ. هل هي بتكافئ? ايه اللي احنا لسه ما خدناهوش? الف به? طيب. الف واو. هل هي بتكافئ الف به? لا طبعا الف به اكبر منها. طيب. هل هي بتكافئ? نصة الف به? ايوة بتكافئ نصة الف بها. الف واو. نصة الف بها. باعتبار ان هنا نقطة واو في المنتصف. طيب. واو جيم. ادي واو. جيم. القطعة المستقيمة المنتجة. واو جيم. تساوي القطعة المستقيمة. الف بها. ايوة تساوي القطعة المستقيمة. الف بها. لها نفس الطول. ولها نفس الاتجاه. طيب. المسافة التي يتحركها الجسم بيكلم على مسافة يتحركها من ألف لب التي يتحركها الجسم من نقطة ألف إلى نقطة جيم يتحرك من نقطة ألف كده لنقطة جيم يبقى تحرك كام تحرك عشرة سنتيمتر تمام ثم يعود إلى نقطة ب رجع كده كام متر رجع 6 سنتيمتر يبقى كل المسافة التي تحركها كام 6 زائد عشرة أو عشرة زائد 6 بيتكلم على مسافة عشرة زائد 6 يديني 16 سنتيمتر بيتكلم على مسافة نقول تاني أطع مسافة من ألف لجيم كلها لبعضها 4 زائد 16 وبعدين رجع تاني أطع مسافة من جيم لغاية ب 6 يبقى كل المسافة اللي هو مشاهد 10 زائد 6 يديني كام يديني 16 طيب لو قررنا بينها وبين الإزاحة بين الإزاحة طيب المسافة التي تتحرك الجسم من ألف إلى جيم يبقى خلي بالي طالما من الإزاحة يبقى من ألف لجيم يبقى ماشي في الاتجاه ده ألف لجيم ونفرض أن الاتجاه ده هو الاتجاه الموجب مثلا طيب مشي من ألف لجيم كام مشي من ألف لجيم 10 تمام ثم يعود إلى نقطة B لما يرجع إلى نقطة B يبقى غير إيه غير اتجاهه يبقى الاتجاه هنا عمل إزاي عمل كده يعني إيه عمل كده يعني الاتجاه بالإيه عكس الإشارة دي بالسلم طيب رجع كام رجع سالب 6 يبقى لما أقول له هنا كده مشي من ألف لجيم كمتجع بقى مش مسافة زائد مشي من جيم لغاية B من ألف لجيم مشي كام مشي 10 في الاتجاه الموجب ده زائد زائد من جيم لبا مشي كام مشي 6 في الاتجاه السالب يبقى الإزاحة اللي هو أعطاها قدرها كام قدرها أربعة بالموجب المتجعية وده الفرق بين المسافة والفرق بين الإزاحة والفرق ده كده مهم جدا في عملية المقارنات أنا الطريقة اللي هو أحطوه مقدمكم في وجهة واحدة عشان تعرفت إيه تدرسها بطريقة المقارنات في الشكل ده بيقول سين صاد عين لام متوازع أضلع أول ما قوله متوازع أضلع أعرف أن كله ضلعين متقابلين متسويين في الطول والأضلع برضه متوازع تمام كده تقطع كترة سين عين هو صاد لم في نقطة إيه في نقطة مين أكمل الكتعة المستقيمة المتجهة سين صاد طيب أحطيلي هنا كتعة المستقيمة المتجهة وحددلي تجاهها تكافئ الكتعة المستقيمة المتجهة إيه هتقول لي طبعا لم عين ده من خواص متوازع أضلع يعني إيه تكافئ يعني لازم أختار كتعة مستقيمة زيها تكون لها نفس الطول ولها نفس الاتجاه يبقى هنا لام عين طب ينفع أقول هنا بتساوي أو تكافئ عين لام لا طبعا ما ينفعش أقول عين لام أنا ليه حرية الاختيار حسب الكيود اللي هو الدهاني هو قال لي هنا كتعة المستقيمة سين صاد المتجهة يعني اللي بدايتها سين والنهايتها إيه صاد يبقى لما أختار هختار في اتجاه سين صاد يبقى اللي بدايتها لام ونهايتها إيه ونهايتها عين تاني الكتعة المستقيمة المتجهة عين صاد عين صاد يبقى حرسل منها كده عين صاد تكافئ الكتعة المستقيمة المتجهة لام سين ولا سين لام يبقى تكافئ الكتعة المستقيمة المتجهة لام سين لام سين تمام طيب القطعة المستقيمة المنتجة صاد ميم صاد ميم صاد ميم اللي هي دخل بقى في الاكتار احنا عارفين ان الاكتار بتاعة متوازي الاضلاع كل منهما ينصف الاخر يعني معنى كده ان الكتر ده الجزء ميم صاد بيساوي ميم لام وكمان ميم سين بيساوي ميم عين لكن الكترين مش متساويين طيب القطعة المستقيمة المنتجة صاد ميم صاد ميم تكافي القطعة المستقيمة المنتجة ان ايه انه القطعة المستقيمة لها نفس الاتجاه ولها نفس الطول ميم لام ميم لام واكتب هنا كده ميم لام طيب الكترة المستقبلة المتجهة سين عين سين عين كلها بقى على بعض سين عين ده كتر هل بيساوي الكتر التاني اللي هو لمصد لا طبعا الكترين فرطوزة الله مش متساويين مش متساويين قمال بتساوي ايه طب مفيش حاجة قدها طب قمال ايه اللي قدها اللي قدها ممكن نقول ان سين عين بتساوي اتنين اتنين من ميم عين او بتساوي اتنين من سين ميم تاني نشتغل اطوال بس نشتغل اطوال الكتر سين عين فمتوازل اضلع مش انا عندي ميم سين ده بيساوي ميم عين تمام يعني سين عين طوله قدها من ميم سين قده مرتين وسين عين طوله قدها من ميم عين قده مرتين يبقى انا لو عايز اقول له القطع المستقيمة المنتجهة سين عين اللي لها نفس الاتجاه بتاع سين ميم ونفس الاتجاه بتاع ميم عين هتساوي اتنين من والله يبروحتي بقى عايز اقول له من القطع المستقيمة المنتجهة اللي لازم تكون لها نفس الاتجاه يعني نفس البداية سين ميم صح او اللي عايز يقول ان القطعة المستقيمة المنتجة سين عين قد اثنين من القطعة المستقيمة المنتجة ميم عين برضو يعتبر صح الشكل اللي اوصادي ده ايه المعطيات اللي موجودة هنا عنده في المعطيات او اللي موجودة عنده في الشكل ده واضح ان ده شبكة احدثية متعامدة في المستوى دي نقطة الاصل ووضع انه هو قال لي هين لنقطة الف وعمال لي هنا متجه يبقى دي اسمها كتعة مستقيمة متجه اسمها ايه واو الف مش الف واو واو الف بدايتها نقطة ايه نقطة الاصل اللي هي صفر وصفر طيب نهايتها نقطة ايه نقطة الف اللي هي احدثياتها اتنين واثنين يبقى انا موجودة عندي في الرسم كتعة مستقيمة متجهة متكافأة سوري كتعة مستقيمة متجهة اسمها الكتعة المستقيمة المتجهة واو الف واو الف وبتكتب كده واو ألف كتعة مستقيمة متجهة بدايتها نقطة واو ونهياتها نقطة هي ونهياتها نقطة ألف طيب السؤال الأولاني بيقول إذا كان واو ألف كتعة مستقيمة متجهة بدايتها نقطة الغس ونهيتها اتنين واثنين فإن الكتعة المستقيمة الموجهة ومديني هنا نقطة ومديني هنا نقطة دل ومديني هنا نقطة جيم ومديني هنا نقطة با طب أنت عايز إيه بقى في الموضوع دو قال لي يا ترى القطعة المستقيمة الموجهة التي بدايتها نقطت به فين به أدهي تمام اللي هي كم و كام سالب 2 و 1 ونهايتها نقطت به 1 بحيث وو ألف تكافئ به به 1 يعني أنا عندي القطعة المستقيمة وو ألف عايز أجيب لها قطعة مستقيمة متجهة مكافئة لها تانية اسمها به به واحد يكون لها نفس الطول ونفس الاتجاهة طب أحط فين به به واحد أشوف بل إحداثيات بتاعي هتبقى عاملة إزاي طيب بداية القطعة المستقيمة وو ألف كانت نقطة نقطة الاصل طيب هي إزاي أصلا البداية دي وصلت لهنا هتقول لي مشت يعني نقطة وو وصلت لنقطة با أنا بتكلم على بداية القطعة المستقيمة اللي هي بداية القطعة المستقيمة تبقى بابة شرطة عشان أجيب بابة شرطة لازم أشوف البداية بتاعتها أصلا جيت منين طب البداية جيت منين قال لي واو عشان توصل هنا لنقطة با بتمشي على الإحداث السيني هنا كده السالب واحدتين وبعدين بتنزل هنا كده وحدة واحدة لأن هنا سلب واحد أهو سلب اتنين وسلب واحد تاني عشان نقطة الأصل واو توصل لنقطة با مشيت على محور السينات السالب واحدتين وعلى محور الصادات السالب كمان واحدة فوصلت هنا لسالب اتنين وسلب واحد يبقى كل اللي عليها هعمل ايه هعمل نفس العكاية على نقطة ألف همشيها على محور السينات في الاتجاه ده محور السينات في الاتجاه السالب واحدتين ادي واحدة ودي التانية طيب وعلى محور الصادات السالب نزلت واحدة واحدة يبقى نزلت هنا واحدة يبقى هنا مكان ايه مكان بشارطة حتى لما وصل كده حيبقى واضح ان هي متكفقتين يعني انهم نفس الطول وانهم نفس الاتجاه خلي بالك من الاسهم حقول مرة تالتة انا هنا عندي قطعة مستقيمة اساسية لها نقطة بداية اللي هي واو ولها نقطة نهاية اللي هي الف ديها اتنين واثنين مديني قطعة مستقيمة تانية مكافئة لها اسمها بيه بيه شرطة بس مديني منها نقطة البداية وعايزك تحدد للنقطة النهاية طيب اول حاجة الاتجاه حيبقى فياتجاه واو والف خلاص دي ما فيهش مشكلة طب اجيب احدى سياتها ازاي ديا نقطة البداية في الكتعة المستقيمة الاصلية الي انت من الدهاني كانت كم وكم صفر وصفر طب ازاي وصلت لسالب اتنين وواحد مشت على محور السنات اتنين بالسالب ومشت على محور السادات في السالب 1 على محور السifs وحدتين وفا اتجاه محور صنات كام واحدة واحدة. يبقى لا ل greatness مع نقطة البداية بالمنتجها الاصلي او القطع المستقبل المنتجة الاصلية حعمله مع نقطة النهاية. امسك اتنين واثنين دي ين وامشيها منرطين. مرة هتمشي كده في اتجاه محور السينات السالب وعدتين بالسالب يبقى الاثنين دي كاين بقول اتنين ناقص اتنين كاين بتقول كام صفر. طيب وهنا عمشيها في اتجاه محور السادات السالب واحد يبقى هنا اتنين ناقص واحد يديني كام يديني واحد يبقى احداث النقاطс النهي كام وكم صفر واحد ادي صفر وادي واحد يبقى دي احداث النقاط بإ turn يبقى هنا كده فيه صفر وهنا فيه واحد طيب نشوف تاني القطعة المستقبة الموجهة التي نهايتها نقطة game فيه نقطة game اهو دي النهاية بقى بتاعة نقطة game وكون بدايتها نقطة جيم واحد بحيث برضو جيم جيم واحد الكتعة المستقيمة المتجهة جيم جيم واحد تكافئ الكتعة المستقيمة واو آلف أو آلف واو تبام بس خلي بالك هنا عكس بقى يعني هنا الكتعة المستقيمة المتجهة واو آلف لكن هم هو يقوله اه العايز جيم شرطة اللي انت حجبها للكتعة المستقيمة الجديدة الموجهة الجديدة تكافئ الكتعة المستقيمة ألف واو يبقى حمشة في الاتجاه ده ألف واو يبقى حمشة كده في الاتجاه ده مش هطلع لفوق هنا يبقى أكيد جيم جيم شرطة هتكبقى موجودة في المنطقة دي تمام كده طيب نعمل نفس الحكاية هنا جيم أصلا هتبقى نقطة ايه ها جيم هتبقى هو بول هنا التي نهيتها نقطة جيم تمام نهيتها نقطة جيم طيب ويكون بدايتها جيم واحد جيم واحد بتسوي ايه هتشوف النقطة اللي هي اللي هي بتاعتي اللي هي نهيتها هو ألف اللي هي كم و كم اتنين و اتنين تمام كده طيب عشان توصل لجيم شرطة هنعمل ايه نشوف كده دي وصلت ازاي زي ما قلنا هنا واو وصلت ازاي لنقطة البيضة دي هنشوف ألف ازاي وصلت لنقطة جيم واضح ان ألف اتحركت على محور السينات هنا كده واحد واحدة وبعدين نزلت على محور السينات هنا كمان واحد واحدة تمام كده طيب ايه اللي هيحصل لنقطة دي اللي هي نقطة واو اللي هي نقطة الاصل هيحصل لها ايه هتتحرك واحد واحدة في الاتجاه ده وحتنزل واحد واحدة في الاتجاه ده تاني نقطة الف هنا نقطة الف هشتغل عليها على النقطة ثلاثة واحد ازاي اتنين واثنين جيت هنا عند ثلاثة واحد تقول لي نقطة الف كده عشان تيجي عند ثلاثة واحد تحركت على محور السينات واحدة واحدة وتحركت على محور السينات تحت واحدة واحدة يبقى هنا نفس الحكاية نقطة واو اللي هي كانت سفر وصف هتتحرك على محور السينات الموجب هنا واحد واحدة وبعدين تنزل تحت على محور الصدات السالب واحد واحدة يبقى هنا مكان نقطة جيم شرطة طيب نرسم هنا كده ادي جيم ودي جيم شرطة اه وضع اللي هنا بتسويها في الطول وبرضه في الاتجاه لها نفس الاتجاه طيب رقم 3 القطعة المستقيمة الموجهة التي بدايتها نقطة دال فين دال اها ماشي وتكون نهايتها نقطة دال واحد نهايتها دول واحد ماشي وكافة القطعة المستقيمة واو الف يعني هكون في الاتجاه بتاع واو الف بحيث ان واو الف بتسوي اتنين من دال دال شرطة واو الف دي هتسوي اتنين من دال دال شرطة يعني ايه الكلام ده يعني القطع المستقيمة المتجهة ده لده الشرطة هتساوي نص القطع المستقيمة المتجهة واو ألف نصها تمام كده طيب دي تعتبر لايه دي تعتبر البداية تمام طيب عشان نقطة الأصل دي توصل للنقطة دي نفس السؤال اللي قررنا تلات مرات وصلتها ازاي اتحركت على محور السينات الموجب واحد واحدة وتحركت على محور الصادات السالب واحدتين بقت النقطة واحد وسالب اتنين طيب اللي انا عملته هنا هعمله هنا تمام كده طيب هنا النقطة البداية اتحركت واحدة واحدة على محور السينات الموجب ووحدتين على محور الصادات السالب يعني التحت همسك النقطة دي واعمل نفس الحكاية هحركها هنا واحد واحدة وهعرقه هنا وحدتين وحدتين كده هنا كده على محور السينات الصادات الساليب بقت النقطة فين ما كان هنا جميل اوي طيب لو انا وصلت كده يبقى القطعة المستقيمة المتجهة ده الجيم تكافئ القطعة المستقيمة المتجهة واو الف كلها طيب بس انا مش عايز كده عمال انا عايز ايه عايز اجيب نصها عايز اجيب نصها هشوف نص القطعة المستقيمة المتجهة فين واضح ان النص هيبقى في المنتصف يعني هيبقى في الجزء لا في الحتة دي هيبقى هنا مكان ايه دال شرطة تمام كده يبقى دال شرطة هتسوي كام اتنين وسالب واحد نصها نصها بقى هنا كده واشوف نصها كام الجزء ده ادي الجزء ده تمام كده يبقى جيم واحد تطلع بكم معايا تلعد بواحد وسالب واحد طيب وهنا جيم اتنين تطلع بكم تطلع به اتنين وسالب واحد اتنين وسالب واحد وكده وكده اعزائي طلبات وطلبات الصف الاول السنوي نكون انتهينا من شرح درس اليوم اللي كان بعنوان المتجهات من فرع الهندسة التحليلية للصف الاول السنوي وما تنسوش تحت الفيديو بتاع الشرح هتلاقوا فيه ثلاث لينكات اللينك الاول عبارة عن شيط اسئلة اللينك التاني عبارة عن شيط الاجابة على الاسئلة اللينك التالت عبارة عن اختبار تفاعلي على موضوع درس اليوم بالنظام الجديد بتاع التابلت يعني الاختبار حيكون ليه وقت محدد للاجابة الاختبار حيصح الالكتروني في نهاية الاختبار حتلاقي الدرجة موجودة عندك عشان تقدر تقيم مدى فهمك واستعابك من موضوع الدرس والى اللقاء مع درس اخر